السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن ما هي أسباب الشعور بحركان في المهبل بعد العلاقة الزوجية وفق لجمعية الطب الأمريكية لأطباء النساء والتوليد فإن 75% من النساء يختبرن شعور الحركان في المهبل خلال ممارسة العلاقة الزوجية أو بعدها وهناك عدة أسباب وراء هذه الحالة مثل ما يلي 1- الجفاف المهبلي يحدث الجفاف المهبلي لدى أغلب النساء سواء بسبب استخدام بعض العققير الطبية كمضادات الحساسية والاكتئاب وحبوب منع الحمل أو بسبب قلة المدعبة قبل العلاقة الزوجية ومن ثم تصبح العلاقة مؤلمة وتسبب الشعور بالحرقة المهبلية وعدم الراحة ومن الأفضل هنا استشارة الطبيب إذا كان الأمر مستمرا مع استخدام المزلقات الحميمية الطبيعية خلال العلاقة الزوجية 2- الإلتهابات والعدوى المهبلية من أبرز أسباب حدوث الحركان المهبلي تعرض النساء للعدوى المهبلية مثل الإصابة بالفطريات والبكتيريا والإفرازات الكريهة والحكة التي تحطي مؤشرا بحدوث عدوى يجب علاجها يمكن أن تكون عدوى جنسية أو بسبب إهمال النظافة الشخصية للمنطقة الحساسة في كل الأحوال يعالج الطبيب الإلتهابات المهبلية بوصف العقار الطب المناسب للحالة وسرعان ما يزول الإلتهاب في غضون أيام ولكن يستلزم الوقاية فيما بعد وتجنب الأسباب التي أدت إلى حدوثه 3- التحسس من بعض مستحضرات التجميل يمكن أن يؤدي استخدام أنواع معينة من العطور أو مستحضرات التجميل والنظافة إلى تحسس البشرة حول منطقة المهبل ومن ثم انتقال العدوى من العلاقة الزوجية إلى المهبل وهو ما يؤدي إلى الشعور بالألم والحرقة خلال ممارسة العلاقة الزوجية والتبول بعد العلاقة والأفضل استخدام الماء الفاتر في التشطيف مع غسول طب محدد دون كحول لتجنب التحسس وأيضا التشنجات المهبلية تحدث عادة بسبب الخوف من العلاقة الزوجية أو عدم الرغبة النفسية بها فتتشنج عضلات المهبل والمنطقة المحيطة بها خلال العلاقة وبعدها يؤدي ذلك إلى حدوث الحرقان والألم في منطقة المهبل وكذلك التهاب مجرى البول من أكثر الأمراض شيوعا لدى النساء لاختراك أي عدوة أو فطريات مجرى البول مع حدوث العلاقة الزوجية لذلك فهذه الحالة هي الأكثر إزعاجا لأنها تسبب الحرقة المهبلية وصعوبة التبول والشعور بالسقل والامتلاء لذلك ينصح الطبيب دائما بضرورة إفراغ المسانة بعد العلاقة مباشرة مع استخدام عقار طب يعالج الحالة حتى لا تتطور وتؤدي إلى التهاب المسانة نفسها وأخيرا انقطاع الطمس عندما تدخل السيدة في سن اليأس أو ما يعرف بانقطاع الطمس يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية في المهبل فيصبح أكثر جفافا وهو ما يؤدي إلى الشعور بالحرقان بعد ممارسة العلاقة الزوجية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المسكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمزر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعموا لك وكومينتو وشير الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا من هنا كل الديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ